وسياسة وضع الرؤوس في الرمال والخوف من مواجهة إسرائيل وردعها لم تعد زي فائدة فأولاد الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ينمون في الشوارع وفي يوم واحد فقط قتلت إسرائيل عبر هجماتها الجوية 569 شخصاً من بينهم 50 طفلاً و94 امرأة ناهيك عن اختيال أمين عام حزب الله سماحت السيد حسن نصر الله يوم 27 أيلول على مر التاريخ لم تجمع الأراء على توصيف موحد لأي شخصية عسكرية أو سياسية أو ثورية لكن ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتل مقاومة أن شعب لبنان وحكومة لبنان يرفضون الحرب ويردون تطبيق القرار 1701 بكافة من درجاته والاشتياح اليوم سوف تكون نتيجته هي هي هزيمة أخرى تضاف إلى سجل إسرائيل مع لبنان فأرض الجنوب تعرف أبنائها وأهلنا في الجنوب متجزرين في أرضهم وشجرة الزيتون التي أحرقتموها بالفصفور الأبيض سوف تنبت وتزهر وتسمر من جديد وهذه الأرض الطاهرة سوف تلفز كل محتل مهما طال زمن احتلاله ترجمة نانسي قنقر